وصل وفد رفيع المستوى إلى قضاء مخمور في نينوى لعقد اجتماع أمني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشماركة بيان لخلية الإعلام الأمني أوضح أن الوفد عقد اجتماعا مشتركا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقوات البيشماركة برئاسة رئيس أركانها لتباحث والتنسيق الأمني في المناطق ذات الاهتمام المشترك ومناقشة العمليات المشتركة والتعاون المتبادل وضاف البيان أن الاجتماع حضره كل من معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية فضلا عن قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى